اشتركوا في القناة هذه المجموعة من النماتودة تتميز بأنها متحركة أي أنها تخترق الجذور للتغسية ثم تغادر إلى التربة ويمكن أن تعود مرة أخرى ويصاحب هذا النوع من النماتودة الإصابة ببعض الطفيليات الأخرى ويفضل معظم أنواع النماتودة المختلفة الأراضي الصحراوية الرملية الخفيفة لسهولة الحركة لأن هذا النوع متحرك أن يصيب الجذور ويتحرك لمنطقة جذور أخرى وتكون ذروة نشاط النماتودة في فصل الربيع متوافقة مع بداية نشاط الأشجار وتكون نشطة أيضا خلال فصل الخريب حيث تتوفر الرطوبة المناسبة والحرارة المناسبة تعتبر نماتودة تقرح الجذور خارجية التطفل أي تتغذى وتتحرك لمكان آخر على عكس نماتودة تعقد الجذور التي هي دخلية التطفل أي لابد أن تدخل داخل الجذور لتبدأ عملية التغسية طريقة الإصابة حيث يقوم هذا النوع من النماتودة بعمل جرح في نسيج الجذور وتقوم النماتودة بغرز الرمح الخاص بالتغذية بها داخل هذا النسيج لامتصاص العصارة من الخلايا وبعد التغذية تترك النماتودة هذا المكان وتتحرك إلى مكان آخر أعراض الإصابة بنماتودة تعقد تقرح الجذور يمكن قول أن تقريبا أعراض الإصابة بمعظم أنواع النماتودة واحدة لأن هناك أنواع لها أعراض مميزة تخص كل نوع وهذا النوع العرض المميز له موت موضعي لنسيج النبات أو نسيج الجذور وتظهر كأنها متحللة أو تظهر كأنها قرحة على الجذور بسبب التغذية بسبب تغذية نماتودة تتغذى في المكان وتترك المكان ثم ترجح تتغذى في نفس المكان تاني أما بقية أعراض الإصابة فهي واحد إصفرار أوراق نتيجة ضعف الانتصاص وهو إشبه هذا الإصفرار نقص العناصر نين تقزم النباتات وظهور ضعف عام على المجموع الخضري ثلاثة ضبول الأسجار وخاصة في الأوقات الحارة أو في الظهيرة خمس أربعة في حالة الإصابة الشديدة تطلف الجذور وتتعفن وفي بعض أصناف العنب تتسبب إصابة بالنماتودة في تكوين جذور جديدة رفعة خلف منطقة الإصابة مما يظهر عنه تفرعات غير عادية في الجذور خمسة حدوث إصابات أخرى مصاحبة للنماتودة مثل حدوث أعفان للجذور نتيجة ضمور وتحلل الجذور وأخيرا هنتكلم عن كيفية الوقاية وكيفية مكافحة الإصابة بالنماتودة تقرح الجذور ولا يحتاج تفاصيل أكثر للفيديوهات اللي قبل كده عن النماتودة واحد زراعة شتلات سليمة خالية من الإصابة وتعقيم الشتلات قبل الزراعة اثنين التخلص من الحشائش بشكل تام ثلاثة استخدام أصول مقاومة للإصابة بالنماتودة حيث أن هناك أصول ممتازة المقاومة مثل الأصل رمزي وأصول متوسطة المقاومة مثل الأصل بولسين وأصول جيدة المقاومة مثل الأصل فريدان أربعة عمل خنادق بين مصدات الرياح والأشجار خصوصا الكزورين خمسة تطهير الآلات الزراعية ستة الاهتمام بالتسميد الجيد واستخدام سمات بلدي متحلل تماما وعدم نقل تربة ملوثة سبعة زراعة بعض محاصيل الطاردة للنماتودة حول الأشجار مثل التوم تمانية عدم إنشاء مزارع العنب في أرض كانت مزروعة سابقا بمحاصيل خضر أو محاصيل قابلة للإصابة بالنماتودة إلا بعد حرفها وتشميسها وتعقيمها تسعة المكافحة الكيموية في حالة الإصابة في ملحوظة صغيرة هقولها لحضراتكم قبل استخدام المبيدات ودي هتكون مؤثرة جدا في النتيجة وهتدي نتيجة كويسة النماتودة لا تنشط في الوسط الحامضي وتوقف تكاثرها تماما لذلك يجب قبل حقن مبيد النماتودة يجب حقن التربة قبلها 3 لتر حامض فوسفوريك أو حامض كابريتيك للفدان للمساعدة في مكافحة النماتودة يمكن استخدام المبيدات النماتودية التالية يفضل أن يكون المبيد جهازي لتحقيق فاعلية أكبر واحد مبيد الفايتيت 5 لتر للفدان فيوردان 40 كيلو جرام للفدان المكاب 40 كيلو جرام للفدان الركبي 20 كيلو جرام للفدان نيما زيت 10.5 كيلو للفدان نيما كور 25 كيلو للفدان نيما تول ومبيد أجرونيما ومبيد نيما بلس زيرو وانتهى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قناة الزواب الزراعية مرشدك لزراعة أفضل اشترك ليصلك كل جديد